السبب الحقيقي لغياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها ناهد فريد شوقي أشرف زكي بيجيب بنفسه على السؤال ده أهلا بكم متابعين قناة سيف تريند لو حضراتكم ركزته في جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي هللاحظ أن الفنانة ناهد السباعي بنتها مش موجودة وطبعا حضر جنازتها عدد كبير جدا من النجوم النهاردة يوم التلات الموافق 5 ديسمبر وطبعا رد على السؤال ده نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على تصريحات بعض الصحف وقال أن غياب الفنانة ناهد السباعي عن جنازة والدتها هو بسبب أن هي موجودة حاليا في لبنان علشان بتصور أحد الأعمال الفنية وده أكد كمان بعد كده أن الفنانة بتنتظر موعد الطيارة علشان ترجع بعد كده للقاهرة وطبعا كان موجود في جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي عدد كبير جدا من نجوم الفن كان على رأسهم رانيا فريد شوقي تبقى أخت الراحلة ناهد فريد شوقي وكانت موجودة هانا شيحة وآية سامحة وداليا البحيري وكملة أبو ذكري وسليمان عيد ومي نور الشريف ومي الغيطي وعمر محمود ياسين وأحمد جمال سعيد ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ودنيا سامير غانم ونرمين الفيء وأحمد داش وميرفة أمين ودنيا عبد العزيز ودنيا سامير غانم وفدرة وداليا مصطفى وسامح السريطي وطبعا كان فيه عدد كبير جدا من نجوم الفن في الجنازة وده كان موضوع حلقتنا النهاردة عن سبب غياب الفنانة ناهد سباعي عن جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول ترجمة نانسي قنقر